مرحبا برج الجوزاء هذه قراءتك العاطفية أول شي طاقتك أنت يا برج الجوزاء أرى أنك في العلاقة في السابق عندك أول شي الفارس الخماسيات فارس الأرض العلاقة بالنسبة لك كانت ماشية جدا بشكل مريح كانت مستقرة كانت خليت أنك تحس بكفاية من الناحية العاطفية أحس أنه كفاية هذا الشخص وأيضا أحسك ما كنت مستعجل على الارتباط كنت مستمتع في هاي المرحلة مع الشريك ولكن صار شي غير متوقع صار انفصال صار زعل دخلت في مرحلة أربع السيوف وهذا غير الأمور بالنسبة لك بخصوص شنو كانت زعل ما أعرف احتمال بخصوص طرف ثالث احتمال أنك صارحت أو سألت عن طرف ثالث أو الماضي ولكن هذا سبب شرخ في العلاقة وحتى إن كان الزعل بالنسبة لك أشوفه كان مؤقت ولم يأخذ وقت طويل يعني ممكن تكون زعلة بسيطة لكن تصرفات الشريك في أثناء فترة الزعل هي اللي فعلا أثرت على العلاقة خلتك تنتقل من طاقة الفارس إلى طاقة الملك خلتك تكون جاد في السابق أنت ما كانت جاد بخصوص الزعل أو حتى المطالبات اللي قاعدة تطالب في هالشريك كنت ما أخذ الأمور براوية ومش هاي الهم شي مثل ما يقولون لبنانيين مش عادة الهم أي شي بس الزعل اللي صار كشف لك أمور عن هذا الشريك تكشف لك جانب أنت كأنك أشوفك هني واقف وتعيد تقييم وتفكيرك في هذا الشخص تحس أن تفكيرك ما كان في محله اكتشفت عننا أشياء أبدا ما كنت ما تخيلنا هذا الشخص ما ممكن أقوم فيها بس أخذت بريك ورجعت منه بقوة راجع عندك مطالبات عندك أسئلة عندك تحقيق تريد أن تفتحها مع الحبيب وتريد أن يجاوبك احتمال هو أيضا حاليا ملتزم فترة الصمت لأنه عنده كرت العالمة هي حافظة الأسرار شنو السيناريو اللي أشوفه أغلب شي صار كنتم في زعل بسيط زعل أطفال زعل خفيف أبدا ما يسوى شي ولكن هذا كان نقطة محورية اكتشفت فيها أشياء عن الحبيب أبدا ما كنت متوقعها تغيرت نظرتك إليه تغيرت طاقتك بخصوصها السيوف هني تعني لي الحقائق اكتشفت عننا أشياء أنت غير مستعد أن تصدقها عننا أو غير مستعد أن تتعامل مع هاي الحقيقة اللي اكتشفتها عننا احتمال أيضا شخص لأنه عندنا كرتين احتمال أيضا شخص هو اللي وصل لك أخبار عننا واكتشفت أشياء لم تعجبك ولم تصر خاطرك يا برج الجوزة لأنه إلا قلن الشريك عندك لديه كرت العالمة The High Priestess The Fool Ace of Cups في فترة الزعل أو في فترة ما كنتم مع بعض أنت اكتشفت أنه كان يسوي شيء من وراء ظهرك الفول هو كرت البدايات الجديدة ولكن ممكن أيضا أن يعني كرت أن أحد يغافلك وراء ظهرك كان تشوفه مثل المهرج خلي قرب لك الصورة مثل المهرج يحاول برقصته بحركاته بملابسه يشتت انتباهك عن شيء مهم ما هو الشيء المهم؟ كان فيه تبادل أكواب للأسف كان فيه تبادل أكواب من وراء ظهرك واحتمال أنك عرفت عنه أو شكيت حتى لو ما عرفت أنت حاسس أو شاك وهذا الشخص قاعد يشبت انتباهك ألاقي جدا إنسان مزوح يحب الضحك لا يأخذ الأمور بجدية كرت المشاغب عندنا عند الأمور طيبة ولا يأخذ حتى مشاعرك بجدية حتى وإن كان يعرف أن هذا الشيء خطأ سوى شيء من وراء ظهرك رح نكتشف شنو هذا الشيء في الطرف الثالث قراءته ولكن أعتقد أنك حاس وإن لم تحس سوف يأتيك شخص بالأحرى يحمل إليك أخبار سيئة أن هذا الشخص فعلا كان يتلاعب من وراء ظهرك وإن كان له الحق وإن كنت في فترة انفصال ولكن في فترة الانفصال الشريك قام بشيء يحاول أن يداري عنك يحاول أن يتستر عليه عندنا كرة العالمة خازنة الأسرار أو احتمال أنه كان مفكر أنه رح يستطيع أن يداري عنك هذا الشيء اللي فعله من وراء ظهرك ما هو الشيء الذي فعله؟ أتوقع أنه رجع لشخص من الماضي أو شخص ثاني ما مهم من الماضي من الحاضر لأن هذا الشخص رفض شريكك عنده أربعة الأكواب ممكن أيضا يكون العكس هذا الشخص كان بانتظار كوب الطرف الثالث كان بانتظار كوب بانتظار رجوع شريكك شريكك رجع له ولكن لم يعرض عليه الكوب الكوب ظل محتفظ فيه من أجلك يعني فعلا يمكن صار بينهم كلام بينهم أحاديث بينهم رجوع مؤقت ولكن كرت الحب الشريك ظل محتفظ فيه من أجلك أنت وهذا خبر جيد أنت الذي تعرف السيناريو اللي تمر فيه ولكن كان هناك رفض لكوب احتمال أيضا هذا الشخص رفض كوب شريكك لماذا؟ لأنه عندنا أربعة الأكواب وهي طاقة الإنسان اللي جالس لا ينظر إلى الأكواب التي تعرض أمامه لا يريد المزيد وعندنا أيضا خمسة السيوف خمسة السيوف تعني لي أن هذا الشخص الطرف الثالث كان كل همة احتمال أن هذا الشخص اللي دخل بينكم كان كل همة أن مجرد يخليكم تنفصلون عن بعض كان مجرد همة أن يخليكم تخسرون العلاقة وفعلا أرى أنه حق جزء ولو جزء بسيط حق أمنيتها عندنا كرت حقيق الأمنيات تسعد الأكواب شما كانت أمنيتها؟ مجرد أن ترجع لك كرامتها احتمال فعلا الشريك تبعك خطأ ولكن أشوف أنه خطأ مقارنة بهذا الإنسان المتلاعب خطأ كان بطيب نية لدرجة ما يغفر له لأن كل شيء فعلا كان طاقة طفولية طاقة غير ناضجة عندنا الفول مجرد كان ردة فعل على انفصالكم على الزعل اللي بينكم وهو فعل هذا الشيء مع هذا الشخص رجع كلمة رجع يسولف معاه ولكن كان شيء مؤقت أيضا بينهم ولكن هذا الشيء المؤقت بالنسبة لهذا الشخص هو تحقيق الأمنية كان مجرد منتظر أن يرجع إليه الشريك يعرض عليه كوبة من الحب مجرد عشان يحس بانتصار داخلي ترجع لكرامته لأن أيضا احتمال أن هذا الشخص نفسه عندما رجعت إليه كرامته وحس بانتصار عليكم أنتو الاثنين هو نفس الذي رح يرسل هذا الشخص أو رح يحفز حتى وإن كان مو بشكل مباشر يرسله رح يحفز يوصل الأخبار لهذا الشخص الكبير أن يخبرك بأفعال الحبيب ولكن بما أنك داع تستمع إلى هذا الفيديو أنا أرى أنك تستطيع أن تحول نصر هذا الشخص إلى خسارة تعكس الكرت كل كرت ممكن يقرأ عكسيا ترى شلون تعكس الكرت عليه ما تخليه يحس بحلاوة النصر اللي هو يتوقعها كرت خمسة السيوف هو كرت بالعادة مجموعة من الناس يتحاربون شخص معين ربح حصل على جميع السيوف فهو الآن لديه جميع السيوف لديه الانتصار ولكن خسر جميع الناس اللي حوله يأتي بثمن هذا الانتصار وأنا أقول يعني من رأيي أن حتى الانتصار لا تجعله يحس بحلاوته تأكد أن الكوب الذي من نصيبك سوف يأتيك أنت وفي أمور كثيرة في العلاقة المفروض نتغاضى عنها دائما في شخص في العلاقة نضوجه أقل من الشخص الثاني في شخص يسامح وشخص يخطأ في شخص تصرفات شوي تكون طفولية ومشاغبة ولكن بطيب نية كرت الفول رقم صفر هذا الشخص ليست لديه أي دوافع خفية خائف من ردة فعلك نعم ولكن نيةها جدا صافية ولكن أيضا من رأيي أن أنبهك على شيء معين عنده تأكد يا برج الجوزاء أن مهما عرض أو حدث بين هذلين الشخصين هذا لم يكن حب هذا الشخص فعل هذا الشيء بدافع الانتقام مجرد عشان يحس أن هذا الشخص رجع له وهو الآن يرفضه أن احتمالنا هذا الشخص ابتدأ بالرف واختارك أنت وتأكد بأن كوب الحب اللي مكتوب لك أنت هو ليس نفسه اللي قدمه لهذا الشخص مجرد كان رجوع مؤقت بينهم مثل ما أخبرتك رجوع بدافع التسلية بدافع احتمالنا هذا الشخص كتم في قلبه لديه كرت العالمة كتم أيضا في قلبه الحزن بسبب الانفصال أو الزعل مؤقت بينكم كانت أول ردة فعلة أن يرجع باتجاه الشخص من الماضي شخص كان دائما شوف الأكواب تسعى تعني لي دائما نظرة ثاقبة هاي الشخص دائما كان ينتظر اللحظة المناسبة أن يرجع فيها هذا الشخص لكي يعزز انتقامه واحتمال أيضا أنك في السابق لم تكن منتبه لهذا الشخص من الماضي ولكن تأكدنا في المرحلة القادمة سوف تسمع به سوف تأتيك أخبار عنه رح يحرص أنه أنت يعني عنده شوي طاقة انتقامية رح يحرص أنه أنت كما أنك تعرف اسمه يكون موجود يذكر اسمه لهذه الدرجة هذا الشخص تأذى في السابق والآن عنده انتقام وعنده ردة فعل عكسية الحل الوحيد لك ألا تجعل هذا الأمر يصل إليك يتوقف لأن إذا تحققت النتيجة اللي يريدها هذا الشخص الطرف الثالث وهو الانتصار له والانهزام لعلاقتكم رح يكون حصل على مرادة فيه فعلا الكثير من الأكواب أراها ولكن أيضا تأكد الكوب كوبك أنت كوب حب شريك لك مختلف في زاوية لحالها في مجموعة خاصة ليست مع باقي الأمور والأكواب اللي مرت مع هذا الشخص تأكد من هاي النقطة بحيث أن لا تشكك في نفسك لا تشكك في مكانتك عند هذا الشخص وتقول أنك ما رجع لي سيرجع للآخرين وكذا وكذا كانت مجرد يعني غلطة خلا نقول غلطة بحسنية وإذا لم يحدث الموضوع لحد الآن احتمال أنه يحدث في المستقبل فكن متنبه كن متسامح أيضا أرى أن هذا الكوب هو مثل كأن التسامح اللي رح يصدر من طرفك أنت ورح يكون مثل النار هذا الشخص يحاول أن يولع نار في العلاقة كوبك أنت كوب الحب اللي رح تعطيه التسامح التفهم اللي رح يكون من جانبك لأنه أنت أشوفك جدا صبور في طاقتك العادية رح ينهي ويغطي على هاي الطاقة رح أسحب لك أيضا كرت تبع المفاجأة في المستقبل إذا رح تكون في أي مفاجآت أجمل طريقة ننهي فيها القراءة بالضبط شنا أخبرتك؟ قلت لك هذا الشخص قبل أن أرى هذا الكرت وأنا خلط الأوراق أمامكم قلت لك أن هذا الشخص عندي إحساس أن يحاول أن يولع النار النار سوف تصلك عن طريق ملك الأخصان وهي طاقة نارية رح تأتيك أخبار نارية أخبار تستفزك من قوتك الحالية من طاقتك الحالية عليك أن تكون ملكة الجليد يعني مش فقط بارد ملكة البرود أو ملك البرود في حالتك لأن هدوءك هو اللي راح يطبطب على الوضع عدم اتخاذ أي فعل هي النصيحة لك لا تصدر منك أي ردة فعل تجاه النار اللي راح يحاول هذا الشخص أن يوصلها تجاهك أنت راح يحاول يفركش فيها أو يخرب فيها على الحب اللي آتيك من جهة الشريك احتفظ بالمشاعر السيئة والغيرة والعتاب في الفترة القادمة في نفسك أو عبر عنك بطريقة صحية لا تعاتب كن مثل الاسفنجة يهد الوضع تسحب الطاقة تسحب الماء في نفس الوقت أنت عندك انتايتلمنت هذا الكوب ملكك انتايتلمنت هو بما معنى الملكية أو حق الملكية انت عندك حق هنا لا تتخلى عنه من أجل أشخاص يحاولون أن يخربون علاقتك أتمنى لك التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر